سعدة السفير إبراهيم اللاشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلي عبر الهاتف برحب حضرتك سعدة السفير سعدة السفير هذه أزيارة للرئيس البرازيلي ومجالات عدة فتحت للتعاون والتوافق أيضا على كافة المستويات فيما يقص القضايا الإقليمية والدولية كيف قرأتها؟ الحقيقة زيارة مهمة جدا لأن الحقيقة البرازيل دولة من الدول النامية التي تقدمت ببرامج كجماعية مفيدة جدا وبرامج السعودية فادت شعبها بشكل خاص وبالتالي فإن التجربة البرازيلية يمكن تستفاد منها كبيرة بشكل ورح كان الحقيقة العلاقات بالمصر والبرازيلية علاقات قوية وعلاقات سياسية متميزة لأن البرازيل تتقل إلى جانب الموقف العربي وتؤيد حل الدولتين وتؤيد القضية السباستينية وتعمل على أن يكون هناك العالم الثالث موقف أفضل من الذي هو فيه الآن وبالتالي فإن هذه الزيارة زيارة مهمة على الحديث بين الرئيسين مهم جدا دا سلبا كان رجلا بسيطا وتميز بذلك ووصل إلى قمة السلطة بمجهود عظيم وبالتالي فإن الاستفادة من تجربة البرازيل تجربة مفيدة ويمكن الاستفادة منها في أفريقيا وفي العرب العرب نعم ساعة سفير لولادا سلبا أشار إلى عدد من الأزمات نعيشها الآن منها الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الحرب المشنة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأشار إلى وجوب الحوكمة الدولية وإعادة النظر فيها مرة أخرى والتعاون مع مصر تحديدا في هذا المجال كيف ترى هذا الأمر وتفعيله؟ والله العالم الآن ينظر إلى النظام الدولي على أنه نظام لم يعد مناسبا وبه أفكار غير جيدة ولذلك يجب السيطرة عليه وتحويله إلى نظام دولي جديد يستفيد من العالم لأن القيود التي موجودة في مساقة الأمور المتحدة تقيد حركة النظام الدولي والأداية سيئة منها لأن الأواضع سنة 1945 ليس كذات فبالتالي فإن دعوته لذلك دعوة مفيدة وعندما يضع قوة دا سلمة بالإضافة إلى رساء دول أخرى إلى نظام جديد فإن هذا يمكن أن يترطب عليه تنظيم جديد الدولي ليكون فيه العدل والترمية العدل الاجتماعي والعدل الدولي والعدل والمعاهدات واحترام القانون وإلى آخره كل هذا يكون شائعا جديدا وبالتالي فإن هذه الفكرة جيدة يجب البداية عليها نعم هذه الزيارة تتزامن بشكل متوازن ومتكامل مع جهود مصرية لحقن دماء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة لحل القضية الفلسطينية وحراك واضح من المباحثات في هذا الاتجاه برأيك ما يمكن أن تضيف هذه الزيارة وهذا التعاون ما بين مصر والبرازيل في هذا المشهد السياسي مصر حقيقة بسبب الجاهد الكبير جدا التهداء بينه في هذا لأنه الوطن لا وصل إلى قمة الزرة من اختراق القانون الدولي وبالتالي فإن هذا أمر غير طبيعي وغير سليم ولا يجب للتعاون فيه والدولي كدولة من الدول المامية دولة كبيرة من الدول المامية ويعابوا أيضا في البريكس ممكن أن تفضل دولة مع الدول العربية ومع الدول المحبة للتسلام في سبيل وقف القتال في الزرة والوصول إلى أحد الدولتين لأنها من الدول التي تكون أحد الدولتين وحقوق الفلسطينية وهي الحقيقة داخليا نمت نموا كبيرا وتنور الآن إلى إقامة العدل والصرفة الكبيرة للتعاون بين الدول وليس النظام الحالي الموثق نعم تتوانى يتباقل عن بازل الجاهد في سبيل وقف القتال وقد وصلنا إلى هدنة قبل ذلك والآن يمكن أن نصل إلى تهدأ أو يمكن أن نصل إلى وقف القتال هذا أمر مهم جدا ومساعدة دولة الترازيل والدول أخرى من الدول النمية دول تؤثر تأثيرهم قوية في هذا الشأن فأصد أطرح بمهم وحقوق الأفعال فأصد أطرح بمهم جدا